الحاضر غرس الماضي والمستقبل جني الحاضر والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامج رحال البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بتخص الحاضرات والتاريخ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان ازاي كانت مرضاعات بني سعد بيروحوا مكة ويشوفوا لو في مولود جديد بياخدوه للرضاعة وكانت مدة الرضاعة سنتين وزي ما قلنا ان كل المرضاعات رفضوا انهم ياخدوا النبي صلى الله عليه وسلم علشان كان يتيم والوحيدة اللي قبلت انها تاخدوا كانت السيدة حليمة السعدية رضي الله عنه الرسول دلوقتي عمره أربع سنين في خلال الأربع سنين دول طبعا هو نشأ في بيت حليمة السعدية وكانت هي طبعا اللي بترعيه من كترة حبها ليه وتمسكها بيه ان هي اصلا ما كانش بتفكر انها ترجعه لأمه تاني لولا ان طبعا حصل حاجة كبيرة جدا اللي هي حادثة شك الصدر حادثة شك الصدر اللي حصلت للرسول حصلت له هو عمره أربع سنين بالزبط وده كانت اول ارهاص من ارهاصات النبوة ومعنى ارهاص يعني علامة يعني كانت اول علامات النبوة القصة دي احنا عرفناها من مصدرين اول مصدر من السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها بعد ما اسلمت وهجرت وتكلمت بالله حصل المصدر التاني كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه طيب اللي هيسمع كده ممكن يستغرب لما يلاقي مثلا حد بيقول طيب طفل عمره أربع سنين هيفتكر الكلام ده؟ اه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفتكر كل الأحداث اللي حصلت معاه في الطفولة وكمان السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها قالت عنه انه كان لا يشبه مثل الغلمان والمقصود هنا ان نموه كان سريع من زي باء الأطفال اللي في سنه وعقله كمان كان بيكبر بسرعة وكانت بتقول كان من يراه وهو عنده ستة أشهر يظن انه عنده أربعة أعوان المهم اللي حاكلنا القصة دي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حادثة شك الصدر لما كان عنده أربع سنين فهو بيقول ايه كنت مستردعا في بني سعد يعني كنت عندهم أرضا فخرقت يوما أنا وأخي ليه هو هنا يقصد عبد الله بن الحارس أخوه في الرضاة لنرعى الغنم ونسينا زادنا فقلت له لو ذهبت إلى أمنا يقصد هنا حليمة السعدية فأحضرت لنا زادا فلما ذهب عبد الله بيقول هنا النبي ايه بقى فأقبل طائران أبيادان حتى وقفوا عليه ويذهبوهما رجلان يعني تحولوا لراجلين طيب مين هم بقى الرجلين دول هنا بقى بيقول النبي هم جبريل وميكايل عليهم السلام فأخذاني فاحتملاني فصرعاني يعني بمعنى ان النبي طبعا قومهم طبعا هو طفل مش عارف مين دول ولا اللي بيحصل فصرعوه على الأرض وسبتوه وشق صدري واللي شق صدره هنا كان سيدنا جبريل وأخرج قلبي ثم عالجه وأخرج منه علقة سوداء يعني طلع قلبه ورحمه طلع كتعة سوداء من قلبه ورماها وقال حظ الشيطان منكم وألقاها ثم غسل قلبي في تست من زهب بماء عرف النبي بعد كده انه هو ماء زمزم بعد كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد قلبي ثم لأم الجرح في اللحظة دي اللي النبي نايم فيها على الأرض جه أخوه في الرضاعة عبدالله ابن الحارس بتقول السيدة حليمة في روايتها ودي بقى المصدر التاني بتقول ايه جاء عبدالله نسيها الطعام فأخذه ثم بعد ذلك جاءني يركض لما أمه سألته ما لك قال لها محمد كتل طيب هو ليه قال كده عشان هو شاف انه نايم على الأرض وصدره مشقوق طبعا هو عارف انه كده هو كتل فقالت السيدة حليمة فأقبلت معه مسرعا فاستقبلنا منطقع الوجه يعني كان بين على وشه الفزع من هول اللي حصل معاه فلما رأيته سألته ما بك يعني سألته ايه اللي حصل فحدثنا بالخبر فقلت لزوجي انه حدث كذا وكذا فقال زوجي خزيه الى أمه لا أأمن ان يكون مصه شيطان فخزيه قبل ان يظهر عليه شيء وبتكمل حليمة وبتقول انها خدته وراحت به لمكة وقلت لأمه اني رأيت اني قد قديت امانتي واردت ان اعيده فردت عليها السيدة امنة ام النبي وقالت لها كنت احرص عليه يعني كنت حريصة عليه وكنت تتمنى ان يعيش معاك على طول فاستغربت ليه يعني هي استغربت ليه عايزة ترجعي دلوقتي اكيد حصل حاجة وحاجة خطيرة كمان وبعد الحاح شديد من السيدة امنة ام الرسول حكت لها السيدة حليمة وزوجها اللي حصل مع النبي انهم خايفين ان يكون اصابوا مكروه وهنا ظهرت مئنان السيدة امنة وقالت لهم اخا شيطما عليه من الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وحكت لهم اللي شافته في وقت الحمل بتاعها الرؤية اللي هي شافتها وان هو هيكل شأن عظيم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده مع امه سنتين لحد ما وصل عمره ست سنين طب ايه الحكمة ان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان لازم يعيش مع امه سنتين عشان كان لازم يعرف يعني ايه ام ويتكلم عنها المهم هو عايش معاها سنتين بعدين امه راحت به ليسرب عشان يزور كبر ابوه ولما وصلت هناك في يسرب مرضة ولما وصلت لمكان اسمه الابواء ودي قريبة جدا من المدينة يعني حوالي اربعين كيلو متر لما وصلت لهناك ماتت السيدة امنة بنت وهك امه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فيه ناس كتير ممكن تقول ان كل ده فيه اسوأ او شد على الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام دوت مش صحيح حشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اواه وزي ما ذكر في سورة الضحى بيقول لله عز وجل لم يجدك يتيما فقاوى صدق الله العظيم بعد كده اخذته امه ايمن ورجعه لمكة لكن طبعا احنا ممكن نتخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمر ست سنين وراجع مكسور القلب يتيم الوالدين طبعا رجع لجده وعاش مع جده سنتين كمان احنا لو نلاحظ هنا التسلسل الاول اربع سنين واستعيلة يعني عرف معنا الاخ والاخت والابوين وبعدين سنتين مع امه عرف معنا الام وبعدهم سنتين عايش فيهم مع جده يعرف معنا الجد وكان صاحب مكانة كبيرة عند جده كان جده لما يجي ابناء عبد المطالب كلهم مجتمعين ويحضر الرسول يحاول يبعدوه يعني ما صاحش تقعد مع الكبار كان جده بيقول سبوه فيجلسه بجانبي ويمسح على ظهر الشريف ويقول ان لولدي هذا شأن عظيم ولما كمل النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين مات جده عبد المطالب وقبل ما يتوفى عبد المطالب اوصى عمه ابو طالب عم الرسول برعايته وبكده انتقلت الكفالة بتاعته من جده لعمه ابو طالب اللي احتضنه زي واحد من ولاده وعاش مع النبي فترة كبيرة حتى بعد البعصة فترة مش قليلة وبكده تنتهى حلقتنا النهاردة وبإذن الله نشوفكم الحلقة الجاية مع الرحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شكرا